ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارة للولايات المتحدة لبحث مخاوفهما من الاستفتاء المزمع على استقلال إقليم كردستان العراق سنجتمع مع السيد العبادي في الولايات المتحدة ومما نراه فهدفنا واحد هدفنا ليس تقسيم العراق سنناقش الموضوع خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في الثاني والعشرين من سبتمبر وكذلك في مجلس الوزراء ومن ثم ستعلن تركيا موقفها النهائي حول الاستفتاء كما سيكون هذا الموضوع على جدول الأعمال خلال لقائه مع ترامب